بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فنائي كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركانا كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أولى الأولين ويا آخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكراك وأن تلهمني ذكراك اللهم إني أغفر لي الذنوب اللهم إني أسألك سؤال خاضا متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعة اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقت وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبتك اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا ما يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسني مبدلا غيرك لا إله إلا أن سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديمي ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائه وأفرط به سوء حاله وقصرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبسني عن نفعي بعد أعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أمرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني منكسرا ولا مفزعنا توجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إيايا في سعة من رحمتك إلهي فاقبل عذري وأرحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب يا رب ارحم ضعف بذري ورقة جلدي وذقة عظمي يا من يا من بذى خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي بركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهجابه لساني من ذكريك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتي هيا 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 أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آميت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفات بإلهيتك محققا وعلى ضماء رحوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظل بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروم قليل مكثوب يسير بقاء قصير مدة فكيف احتماله لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهلي بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجنا إليك بين أهلها ضجيج الآمنين ولأصرخنا إليك صراخ المستصرخين ولأبكينا عليك بكاء الفاقدين ولأنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عطقه منها فتتركه فيها هيا هيا ما ذلك الظنوبك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من بركة وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلادي معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلدا فيها المعاندين وأنت جلا فناءك قلت مبتداء وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئتنا مرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكونوا مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفيا عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بره تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولايا ومالك أربي يا من بيده ناصيتي يا علي من بيده بضر بذلي ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي 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 أسألك بحقك وقدسك وأعظمي صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك منصولا وأعمالي وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا رب قوي على خدمتك جوانحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنوى منك الدنوى المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسني عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاه وقلبي بحبك متيما متيما ومنا علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك وإليك يا ربي مددت فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجني والإنس من أعدائي يا سريع الرضا الله اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه هو ذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم ما لا يعلق صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلما تسليما كثيرا كثيرا وصل وسلم على محمد وصل وصل المحاب الذي